طبعا عندنا مشكلة في الإصابات أكيد والنادي الأهلي يعني للأسف دايما حظ وحش خاصة في مركز السردباجات يعني بعد إصابة محمود متولي وبعد إصابة رمي ربيعة وطبعا عدم وجود سعد سمير مش موجود في القايمة طبعا بيمر بأزمة شوية في منطقة الدفاعية وخاصة السردباج وكمان إصابة ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم كمان الإسباب اللي فات كان عنده بيروس كورونا ربنا إيش فيه زي ما بنقول مركز صعب جدا نادي الأهلي للأسف حظ وحش في المركز دا شوية لكن كل من يعني بيلعب في المركز دا بيحاول بقدر إمكان شوفنا عايما أشرب بيقوم بدور كويس جدا المباراة الفاتت عمل مباراة كبيرة شوفنا يمكن كمان ياسر إبراهيم في فترات كان مستوى جيد إن شاء الله كل اللعيبة تكون جاهزة لأن زي ما بنقول خلاص يعني الجد حيبدأ إن شاء الله بعد إن شاء الله التتويج بإذن الله يوم السبت خلاص مرحلة الجدية والاستعداد لبطولة أفريقيا يكون على قدم وصالق ومحتاجين كل اللعيبة طبعا يعني بنتمنى طبعا وخاصة لرامي ربيع اللي بيغضع ليه يمكن يعني تأهيل بدني عنده شد في العضلة ورامي دايما مشاكله كتير شوية في العضلة وكان موجود معنا ويمكن شرح ليه هو عنده إصابات كتير إن شاء الله ربنا يأهمه بالسلامة نهاردة بيأهل نفسه بشكل جيد جدا وبيخش ببرنامج تأهيلي إن شاء الله يكون متواجد مع صفوف النادي الأهلي فقرى بفرصة اشتركوا في القناة